حتى أنا راجعي أتوى من مؤتمر واكتشفت في المؤتمر كم من العدد اللي آمنوا من خلال برامج نور لجميع الأمم من سوريا، من العراق، من مصر، من السعودية شاب بسأله كيف اختبرت المسيح قال لي بصراحة أنا بحب إلقائك في البرنامج فأعجب ابتديت أشاهد وبعدين تعلمت عن مسيح والسلام حياته عن المسيح فبتسمع اختبارات عديدة ما بنعرفها اليوم يمكنك تشفها لاحقاً بس سنحصد في حينه كما ذكرت بعتقد واحدة من المعوقات الكبيرة يعني العديد من المنافقين في المجتمع المؤمنين يعني مش عاوزين يخدموا بس مجرد يعني عايشين بقدموا معلومات ولكن عايشين في نفاق ديني عم بسايروا عم بتساهلوا عم بساوموا عم يتهدنوا على حساب الحق الكتابي تحوير تغيير بحاوله يعني يعجب الأشخاص مش عاوز يكون مكره من أي حد مجتمع منافقين شو رأيت في هذا الموضوع؟ الناس أما بتحاول ترضي الناس عمرها ما هترضي الناس إحنا رسالتنا مش بنقدم نفسنا أنا كل مرة أنا كنت بشارك فيها رسالة الإنجيل مع شخص كنت بقوله أنا نفسي المسيح يبقى يترسم فيك الناس تشوف نور المسيح فيك أو فيكي نفسي أنك تتغير لصورة المسيح لشكل المسيح لسلوب المسيح لقلب المسيح مش ليا مش لشكل رشا كتير من الناس أنا كلمتهم وقلت لهم إحنا كلنا في الموازين لفوق والمشكلة إن إحنا ما بنحاول نرضي الناس بنبقى أكتر في الموازين لفوق لكن إحنا محتاجين إن إحنا نكون بنقدم المسيح أوعى تتنازل عن صورة المسيح أوعى تتنازل عن شكل المسيح وده وضع الأسف اللي بتحكي عنه المنافقين يعني شيء مخزي وأنا بصلي إن الناس دي ترجع للرب إن الناس دي المسيح يفتقدها بمحبته ويغير حياتها ومش بعيد عنه يعني الرب إذا كان غير واحدة زي وغير زي ناس كتيرة أعرفوا من خلفيات مختلفة قادر إن هو يغير واحد زي منافق زي كده أو إنسان قائد حتى لكنيسة أو لمجموعة أو لواتذر يعني اشتركوا في القناة